موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق اخبارية مرحبا بكم انطلقت قبل قليل تظاهرة الكترونية واسعة على مواقع التواصل الاشتماعي احياء للذكرى الثامنة لتأسيس مطارح مأرب للدفاع عن الجمهورية وكسر الانقلاب ودعا ناشطون وسائل الاعلام ومرتادي وسائل التواصل الاشتماعي للتفاعل الواسع مع الحملة تحت هاشتاق ذكرى مطارح مأرب ثمانية للتذكير بالمواقف البطولية التي سترها ابناء مأرب بوقوفهم صفا واحدا للدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها وكانت قبائل مأرب قد أسست في الثامن عشر من سبتمبر 2014 مطارح مأرب للدفاع عن الجمهورية بالتزامن مع الحصار الذي كانت قد فرضته الميليشيا الايرانية على العاصمة صنعاء وتمددها الى محافظة الجوف الامر الذي شكل الارضية الصلبة التي انطلقت منها المقاومة الشعبية لمشروع ايران الحوثي تحل اليوم الذكرى الاولى لارتكاب ميليشيا الحوثي الارهابية مذبحة بشعة بحق ثمانية من أبناء اتهامه وقامت بإعدامهم بدم بارد في جريمة أعادت لليمنيين الذاكرة للحكم الإمامي الكهنوتي لآل حميد الدين وجرائمهم بحق الشعب اليمني وجاءت جريمة ميليشيا الحوثي في اعدام ثمانية من المواطنين الأبرياء فيما توفي تاسعهم في السجن نتيجة التعذيب بعد أن لفقت الميليشيا لهم تهمة قتل القيادي في الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعو صالح الصماد يستحذر اليمنيون اليوم هذه الجريمة الإرهابية بحق المواطنين الأبرياء في ذكراها الأولى والتي أضيفت إلى جرائم القتل الشبه يومية التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق اليمنيين ويرى أن هذه الجريمة البشعة جمعت ما بين تقييد حرية الأشخاص وتعذيبهم واقتيادهم إلى ساحات الإعدام ظلما وجورا ثم تصفيتهم قالت مجموعة الأزمات الدولية إن اليمن شهد أكثر فتراته سلمية منذ اندلاع الحرب قبل ما يقارب من ثمانية أعوام بفعل الهدنة الأممية أوضحت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير حديث أن عدم تمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن عادة فتح الطرق في مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين وما حولها يمثل جمودا بشأن أحد التدابير لبناء الثقة الثلاثة المرتبطة بالهدنة ويشكل عائقا أمام التقدم في جهود السلام وأشار التقرير إلى أن الحوثيين حصلوا على معظم ما أرادوا فيما الحكومة لم تتلقى شيئا ولا تزال الطرق حول تعز مغلقة وشدد التقرير على ضرورة أن يعطي المبعوث الأممي الأولوي لإعادة فتح طرق تعز على الأقل وأشار تقرير مجموعة الآزمات الدولية إلى أنه ما لم يتمكن المبعوث الأممي وشركاؤه من مساعدة الأطراف على إيجاد طريقة للمضي قدما لتمديد الهدنة وتوسيعها فإن اليمن يمكن أن يتجه نحو مرحلة جديدة من الحرب إلى جانب المزيد من الجوع الجماعي تلقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأساد محمد عبدالله اليدوم اتصالا هاتفيا من دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك وخلال الاتصال قدم رئيس الوزراء تهني وتبريكاته لقيادات أعضاء وجماهير التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس الحزب من جانبه عبر رئيس الهيئة العليا للإصلاح عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء عقدت دائرة الإعلام والثقافة للمرأة بالتجمع اليمني للإصلاح في محافظة المهر اللقاء الدوري مع عضوات الدائرة الإعلامية في مناطق عاصمة المحافظة الغيظة ونقش اللقاء انشطة وفعاليات دائرة المرأة النسوية دائرة الإعلام النسوية خلال الفترة الماضية أكد على رفع فاعليات العمل الإعلامي للمرأة بالدائرة وحيت رئيسة دائرة الإعلام والثقافة بدائرة المرأة بالصار مصبح الأخوات العاملات في الدائرة وثمنت جهدهن في تعزيز عمل دائرة وحثتن على تنفيذ الأنشطة والفعاليات المقرة للمرحلة القادمة والتحضير الاحتفالات بأعياد سبتمبر واكتوبر المجهدتين قالت مصادر الصحفية أن تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالين قالت الصحفي أحمد ماهر وشقيقة إلى السجن معسكر بير أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن بعد اعتقالهم الشهر الماضي في مركز احتجاز بمديرية التواهي أشارت المصادر إلى أن الانتقال رفض خلال فترات احتجاز ماهر وشقيقة السماحة لعائلاتهما باللقاء بهما ويأتي هذا بعد حوالي اسبوعين من الظهور الأول للصحفي أحمد ماهر في مقطع فيديو مسجل نشره الانتقالي يتضمن اعترافات مزيفة بدعم الإرهاب وهو الأمر الذي قُبل بإدانة واستنكار واسعين وقال حقوقيون وناشطون إن ماهر قدم اعترافات تحت التعذيب والتهديد عقدت ندوة في تعز حول خطر استمرار الانقلاب الحوثي وأثره الكارثي على اليمن والمحيط الإقليمي وحذر المشاركون في الندوة من خطورة بقاء الانقلاب الحوثي مطالبين بسرعة استكمال عملية التحرير وأشار المشاركون إلى أن ميليشي الحوثي تؤسس لدولة إيرانية طائفية في اليمن ويجب وقف هذا المشروع التدميري دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى التأهب لمواجهة مخاطر الفيضانات في اليمن في ظل استمرار وإلى تغير المناخ على المجتمعات الزراعية وقالت المنظمة إن التوقعات خلال شهر سبتمبر الجاري تظهر انخفاضا في تأثير الفيضانات لكنها رجحت هطول الأمطار على نطاق واسع وزيادة الإصابات بالأمراض المنقولة بالمياه والبعوض مثل الكوليرا وحمضنك وظهور الجراد الصحراوي ومن المحتمل وفقا للمنظمة أن تشجع هذه الظروف المناخية على انتشار دودة الحشد الخريفية كما من المتوقع زيادة نشاط الجراد الصحراوي عبر مناطق تكاثر العنب اعتبارا من بداية أكتوبر دشنت ميليشي الحوثي الإرهابية في محافظة إب حملة جبايات جديدة لدعم فعاليات ما يسمى بالمولد النبوي وذلك قبل ثلاثة أسابيع من المناسبة وقالت مصادر محلية أن ميليشي الحوثي دشنت منذ أيام حملة جبايات مالية على القطع الخاص والتجار والوجهاء وعقال الحارات وصولا إلى المواطنين وأصحاب البسطات والباعة المتجولين لتمويل فعاليات الميليشي الطائفية وأشارت المصادر إلى أن فرق الجبايات بدأت بنزول إلى الشوارع وإلزام المحل التجارية بدفع مبالغ متفاوتة ورفع الأعلام الخضراء وتزين محلاتهم بالطلاء الأخضر وبالتزاون شرعت المؤسسات الرسمية الخاضعة لاحتلال الميليشيا بإنارة مبانيها بالأضواء الخضراء ورفع لافتات بملايين الريالات للاحتفاء بالمناسبة في الوقت الذي تشهد المدينة انهيارا كاملا في بنيتها التحتية ويموت أبناؤها من الجوع دشن جمعية الحكمة اليمانية الخيرية توزيع 1500 سلة غذائية على الأسر الفقيرة في سبع محافظات محررة هي عدن ولحج وتعز والضالع وحضر موت أبيا وسقطرة الحملة مقدمة من بيت الزكاة الكويتي واستهدفت عددا من شرائح المجتمع الفقيرة وفي مقدمة المعاقين واصحاب الأمراض المزمنة والأيتام والأسر المتعاففة والنازحين وأثنى المستفيدون من الحملة على الدعم السخي المقدم من بيت الزكاة الكويتي للأسر الفقيرة دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة